من سلسلة لماذا أحببت الإسلام أحببت أن أقدم لكم هذه الحلقة التي تخص هذا الشخص الذي يصفه الناس بأنه ضعيف الشخصية لأنه تنازل عن حقه ظلم فعفى وتنازل عن حقه هنا ينبغي أن نبين أمرا إذا كان هذا الشخص هو له شخصية الذليل الذي يخاف أن يطالب بحقه إذن هو لم يطالب بحقه عن خوف هذا الشخص لا يشبه الشخص الذي يستطيع أن يحصل حقه قادر على أن يواجه قادر على أن يقاتل من أجل حقه ولكنه عندما يقدر يعفو وخصوصا عندما يكون الذي أكل حقه ظالم ظالم متعود على أكل حقوق الناس هذا لا يجوز أصلا السقوط عنه لا يجوز لا يجوز أن تقول أنا أتنازل عن حقي لا يجوز ينبغي أن تكون شريسا هنا في الدفاع عن حقك لأنك إن تركت هذا تفتح المجال لهذا الظالم بأن يعربد وأن يأكل حقك وحق غيرك لذلك لنميز بين هذه الأمور أنها أمور دقيقة جدا الإسلام يرغب في العفو لكن العفو عند المقدرة الإسلام يرغب أنك تعتمد على الله وتتوكل عليه بأنه هو الذي يدافع عنك عندما لا تستطيع أن تدافع أنت بنفسك عن حقك فالله يدافع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد انتبهوا إلى هذه المنزلة الأرقى يشجعك الإسلام بأن هذا الحق حق لك أنت لك الحق أن تتنازل عنه أو لا تتنازل عنه أن تتنازل عنه تعفو وأن لا تعفو الإسلام يعطيك هذا الحق ويعطيك الاحتبارات التي متى وأين وإلى آخره مما يخص هذا الموضوع أين الأحسن وأين الأفضل فيقول الله سبحانه وتعالى لك والذين إذا أصابهم هذا مدح للمؤمنين في سياق المدح لأهل الإيمان والذين إذا أصابهم البغي أي الظلم هم ينتصرون ماذا؟ هم ينتصرون إذا مدحك القرآن الكريم عندما تنتصر لحقك عندما تطالب بحقك هم ينتصرون لكن شرط أن لا تتجاوز حقك وتأكل حقك وحق وحقا ليس من حقك لا تتجاوز لا تعتدي وجزاء سيئة سيئة مثلها إذن والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون عند المقدرة ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها تماما السيئة تأخذها هذه السيئة عندما سماها سيئة لأنها من الغير ظلم من الغير هي سيئة لكن أنت عندما تأخذها هي حق لك لا تصبح سيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها انتبهوا فمن عفى وأصلح هنا يعطيك ما هو أفضل عندما تقدر تتنازل فمن عفى وأصلح الله أكبر فأجره على الله يعني الله تعالى قال أجرك علي يعني تعاهد الله عز وجل لك بأن يرد لك على هذا الخلق الواسع أنت هنا قوي ليست بضعيف لأنك تستطيع أن تأخذ الحق ولكنك تنازلت عنه لسبب ما فيه خير أنت تتنازل عن حقك ربما لإصلاح هنا في إصلاح ربما لتصلح إلى الظالم مثلا تقول له أنا أستطيع أن أصل إلى حقي وهاء أنا وصلت ولكن سأحفو عنك هنا قد تكون أنت سببا في رجوعه عن غيه وضلاله وسلطانه الزائف الذي هو مخدوع به فأنت قد تكون سببا في هدايتي المهم فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين سبحان الله ما أجمل هذا الدين ولهذا أحببت الإسلام والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر